بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا أحبة ما زال حديثنا موصولا مع المسائل الصلاة المعاصرة التي ينبغي على الإنسان أن يعرف أحكامها فمن أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى معرفة الأحكام الشرعية التي يتعبد بها لله سبحانه وجل وعلا ومزال حديثنا موصولا مع مسائل الصلاة وانتهبنا الحديث عند مسألة الجمع بين الصلاطين للطلاب هل يجوز أم لا فبعض الطلبة يشكو أنه في أثناء وجوده في الجامعة وفي بعض المراحل الدراسية كذلك قبل الجامعة يتأخر في المواصلات أو في الدراسة يضيع عليه وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر ففي هذه الحالة ماذا يفعل الإنسان أو الطالب في هذه المسألة أولا ينبغي أن نعلم أن الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها قال الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ومراعاة وقت الصلاة من آكد الفروض من آكد الفروض لذلك قد يتنازل عن بعض الأحكام من أجل أن يؤدي العبد الصلاة في وقتها فمثلا لكي نعرف قيمة أداء الصلاة في وقتها أحبتي في الله مثلا إنسان في طريقه في مركبة في سفينة في طائرة إلى آخره ولا يستطيع أن يصل إلا بعد فواتي وقت الصلاة فمن هنا شرع له أن يفرط في القيام في الفريضة وهذا فرض من فرائض الصلاة إن الإنسان يصلي قيمة قال الله سبحانه وتعالى وقوم لله قانتين فشرع له أن يفرط في القيام من أجل المحافظة على الوقت يعني لا يصح أن يقول أستنى لما أوصل وصل الصلاة بعد خروج وقتها علشان خطر أصلي قائم لا يتنازل عن أو يتساهل في هذا الفرض وهو القيام في الصلاة وهو الركن من أركان الصلاة أن يكون الإنسان قائما فيها وقوم لله قانتين فالشاهد يتساهل في هذا الركن من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على وقت الصلاة كي لا يضيع الصلاة لأن هذا من آكد الفرائض المحافظة على وقت الصلاة فلذلك يقال له صلي في الطائرة صلي في السفينة طالما أنك ستصل متأخرا فصلي بل وإن استطعت وإن لم تستطع أن تتجه إلى القبلة فكذلك صلي لأن المحافظة على وقت الصلاة أولى الأصل في هذه الحالة كمثال نعرف بقيمة الوقت وقت الصلاة قيمة المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ودلت النصوص على أن وقت الصلاة من آكد فرائض الصلاة ويبغي الإنسان أن يراعيه فلذلك إذا حالة بين الإنسان أن يصلي في وقت أو زخير الإنسان بين أن يصلي الصلاة في وقتها وبين أن يفرط في القيام لأجل أن يحافظ على وقت الصلاة بسبب ركوبه في حافلة أو في أثناء الصفر ولا يستطيع إجبار الناس أنهم يقفهم أو حاول أنه يقف معرفش أو أنه في طيارة أو سفينة في هذه الحالة يقال له صلي في مكانك فاتقوا الله ما استطعتم لكن لا تفرط في وقت الصلاة خطأ كبير بيقع في بعض الناس ولك أستنى لما بأوصل إلى المكان وأصلي عشان أقدر أصلي ونوائف وأتجه للقبل لا يتنازل تخيل بأن يتنازل عن القيام والاتجاه للقبلة لأجل ذلك فإذا كان في الحافلة أقول له لو أدر تصلي قائما صلي قائما واتجه للقبلة طب غير مستطيع بس يضيع وقت الصلاة لا حافظ على وقت الصلاة وأظن أنه أشرت إلى مثل هذا الحكم قبل ذلك فمن هنا يتبين أن وقت الصلاة من آكد الفرائد التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها ومن فعش الإنسان يفرط فيها فإن الصلاة كانت عذا المؤمنين كتابا موقوطا فنضع في ذننا هذا الأمر لذلك يعني يعني يا خيبة من يفرط في وقت الصلاة بدون عذر قال الله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهود وهنا لم يتركوها بالكلية إنما تركوا الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فإذا كان هذا له الويل فما بالنا بمن لم يرفع بها رأسا خاب وخسر والعياذ بالله فالشاهد أيها الكرام المؤمنون تبين من ذلك أن وقت الصلاة يجب أن نحافظ عليه فأنا الأصل أن أنا أحافظ على الصلاة في وقتها طيب الطالب في الدراسة وسيما أصحاب الكليات العملية في الجامعات أحياناً بتكون عنده دراسة متصلة وفي هذه الحالة بتضيع عليه أكثر من صلاة ماذا يفعل في هذه الحالة هنا أولاً نقول لا يخلط طالب من حالي الحالة الأولى أنه يكون أصلاً الدراسة في مكان صفر بالنسبة له ما هو الصفر يقصر فيه ويجمع فيه فيجوز له أن يجمع وأن يقصر والجامع زي ما أشرنا قبل ذلك بيكون فيه بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ومعنى جمع تقديم يعني نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع تأخير نصلي الظهر والعصر في وقت العصر كذلك في النسبة للمغرب والعشاء لا يصح لأن المسائل بيخطئ فيها بعض الناس وأسئلة وردت إلي أن واحد يقوله كان هجمع العصر مع المغرب أو أن أنا هجمع الصلوات كلها لأن أنا كنت في الدراسة طول اليوم فأنا هنوي أجمع الصلوات كلها لما روح أصل له هذا لا يجوز صرع هذا إخراج صلاحة وقتها لا يجوز بحال من الأحوال لكن عندي اللي بيصح الجمع بينهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب إذا كان له حكم المسافر فالسفر في حد ذاته رخصة للجمع والقصر فعند إذن يجمع بين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا وبين المغرب والعشاء وييسر على نفسه في ذلك الحمد لله تمام طيب الطالب اللي هو الكلية في بلدي وهو مش مسافر أو الدراسة في بلدي لكن عنده إشكالية على ما بيروح لبيت نتيجة زحام المواصلات بالضيع عليه أو الدراسة المحاضرات متوالية فبهذه الحالة أولا ينبغي أن يرتب وقته على مواعيد الصلاة ويحاول أن يجد فرصة في إصلاح هذا الأمر مع المسؤولين ومع الإضاءة في مسألة ترتيب أوقات الصلاة فمثلا من الممكن أنه يستطيع أن يصلي الصلاة قبل يعني عنده مثلا دراسة وعنده محاضرات فالمحاضرة في مثلا قبيل وقت الظهر لكن سيخرج من المحاضرة قبل العصر بوقت كافي يسعه أن يؤدي فيه الظهر يبقى يخرج ويصلي الظهر والجامعات فيها مساجد وفيها أماكن للصلاة تخرج وتصلي الظهر حتما ولا بد فما يسعكش أنها تتؤخر الصلاة عن وقتها وانت في الحضر تمام طيب لو فرد أن ستمتد الأمور في المكان الذي هو فيه إلى خروج وقت الظهر مثلا أو طالبة ومش لقيا مكان تصلي فيه أو المكان اللي هو فيه ما فيش فيه مكان للصلاة أو بحس ما استطعتش الفتاة ناة تصلي بحست ما استطعتش ناة تصلي أو هو الشاب ملقاش مكان يصلي فيه لو فرد ذلك ففي هذه الحالة في هذه الحالة يجوز أن يجمع عند الاضطرار وعند الضرورة لرفع الحرج الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غير صفر ولا مطر ولا عذر قال ابن أباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمتها أراد أن لا يقعهم في العنة وفي المشقة فأنا أطلت النفس في هذه الجزئية علشان أبين أن الأصل المحافظة على الصلاة في وقتها والأصل أن المقيم ما يجمعش بين الصلاوات وبعدها لازم يصلي الصلاة في وقتها فلو وجد أي سبيل أن يصلي الصلاة في وقتها لا يجوز له أن يجمع في الحضر بغير احتياج لكن وجد احتياجه ومشقة ولا يستطيع أن يرفع الحرج عن نفسه فعندئذ له في هذه الحالة أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا هذا نسبة للطالب المقيم المسافر الأمر في أي سر بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى خلاصة المقام إذا وجد متسع للطالب سواء كان في المرحلة الجامعية أو الثانوية أو ما شابه بسبب أنه يصل الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الأخرى في مكان الدراسة يجب عليه أن يفعل ذلك إذا تعذر لأي أمر من الأمور وكانت هناك مشقة فعندئذ يجوز الجامع هنا بينوي الجامع الجامع التقديم ويصلي طبعا ما فيش حاجة اسمها قصر في أثناء في الحضر إنما الجامع هو اللي فيه متسع في الحضر فيجوز أنه يجمع في هذه الحالة بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخير طب لو أنه يجمع التأخير يبقى يأتي في وقت الظهر عملية قلبية أنه ينوي أن يجمع شريطة أنه يكون عنده عزر وأنه يكونش فيه متسع لأداء الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى فالمسألة الجامع يعني مرتبطة بالحرج في هذه المسألة والله تعالى أعلم هذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة فهذه المسألة يعني مرتبطة بتقوى الإنسان لله سبحانه وتعالى إن الإنسان يعرف قيمة الوقت وقيمة أداء الصلاة في وقتها وخطورة إخراج الصلاة عن وقتها وأن يكون حريص أنه يصل الصلاة في وقتها ولا يتساهل لكن فعلا وجد حرج حقيقي ويفوت أشياء مهمة وممكن يضعف مستوى بسببها إلى آخره ففي هذه الحالة يصح له الجامع رفعا للحرج عند تعذر أداء الصلاة في وقتها على النحو المتقدم والله تعالى أعلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة طيب بالنسبة أيضا للمسائل المتعلقة بالجمع المعاصرة هل يصحن الإنسان أنه يجمع بين الصلاوات يعني في البرد والضباب علشان خاطر يصلي مثلا صلاة الجماعة نقول وبالله التوفيق شدة البرد بدون ريح ولا مطر لا يجوز معها الجمع في فرق بين المطر والزلق الذي يعيق الإنسان وفي فرق بين وجود البرد الشديد فقط فشدة البرد بدون ريح ولا مطر لا يجوز معها الجمع لأن البرد يمكن أن يتقى بكثرة الملابس الواقية والصحابة كانوا يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات باردة ويرتعد بعضهم أحيانا محافظة على أداء الصلاة في جماعة ثم قد يكون البرد طيلة أيام الشتاء يعني هو معتاد بالنسبة للإنسان معتاد لا فإذا كان هناك برد فالبرد بمفرده ليس كافيا لأن تجمع بين الصلاة إنما إذا انضم إليه المطر أو الريح الشديد أو الزلق ففي هذه الحالة يكون رخصة في الجمع والله تعالى أعلم أما بالنسبة للضباب إذا كان الضباب يأتي أحيانا بشكل غير معتاد حيث يكون الخروج مع وجوده يؤدي إلى خطورة بسبب عدم الرؤية سيما في الصيارات فهنا يجوز الجمع لوجود المشقة الظاهرة أما إذا كان الضباب لا يسبب إلا البرد فلا يجوز معه الجمع ده بيدينا إشارة إلى إليه الحكم الفقه هذا بيدينا إشارة إلى إليه العلماء تكلموا فيه إلى أهمية صات الجماعة بالنسبة للرجل وأن الأصل ما يفرطش فيه في الجماعة بدون عذر وصلاة الجماعة أجر وفضل وعمارة لبيوت الله سبحانه وتعالى وترقي في الجنة بكثرة الحسنات والأنس بالله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات كذلك امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد عن أحوال المنافقين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وإن الرجل كان ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف قال قبلها ولقد سن لكم نبيكم سنة الهدى وإن من سنة الهدى أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها وإنكم لو فعلتم مثل ما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فحال المؤمن أنه يكون نشيطا حريصا على أداء الصلاة حريصا على الجماعة مقبلا على الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر القيام إلى الصلاة للمنافقين عموما ثقيل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل أو العياذ بالله أما أهل الإيمان فيحرصون على كسرة ذكر الله في الصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ويقوم طيبا نفس ليناجي ربه سبحانه وتعالى ويحرص على أداء الصلاة في الجماعة ويبتغي الأجر من الله ويمتثل الأوامر الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا أحبتي في الله ذكر العلماء حكم علشان يحافظ على الجماعة شرع الجمع بين الصلاوات إذا وجد المطر الشديد والزلق الذي يعيق الإنسان للزهاب أكثر من مرة للمسجد لكي يحافظ على صلاة الجماعة فيجمع بدل ما يعود مرة أخرى في جمع التقديم فإذا كان الأمر يتعلق بالبرد فقط لا نقول له اذهب فالبرد أمره يسير ومعتاد ويتطق بالملابس في الضباب على حسب الاحتياج إذا كان شديدا تقدر المسألة بقدرها والله تعالى أعلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة كذلك المريض نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض إذا كان في أثناء مرضه في أثناء أخذ العلاج تضيع عليه بعض الصلوات ومطالب أن تتصل به جلسة العلاج مثلا لأي سبب من الأسباب إلى دخول وقت الصلاة الأخرى بين الصلاة والصلاة التي تريها فهذه الحالة يجوز له أن يجمع بين الصلوات التي يصح الجمع بينها كما ذكرنا إما بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء ومن أمثلة ذلك مرضى الفشل الكلوي إذا كانوا في غسيل الكلة ففي هذه الحالة يصح لهم أن يجمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب الاحتياج والوقت والله تعالى أعلم فهذا ما يتعلق بهذا من هنا يتبين يسر الشريعة إن الأصل الصلاة لها منزلة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى ولا يصح للإنسان أن يتركها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالس فإن لم تستطع فعلى جنب فحافظ على الصلاة فقال الله فاتقوا الله ما استطعتم قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة فإن لم تستطع فعلى جنب فالأصل إن الإنسان يحافظ على الصلاة إلي صح بدعوى المرض أن يترك الصلاة ودي خطأ كبير بيقع فيه كثير من الناس في أثناء وجودهم في المشفى ويكون مريض ويكون يعني بيأخذ علاج فيقول لك أنا تعبان أنا مريض يفرط في أداء الصلاة لا يجوز لا يجوز المرض ليس مانعا من أداء الصلاة لكن يسهل في طريقة أداء الصلاة بحسب الحاجة بحسب المرض فاتقوا الله ما استطعتم يبقى لا يصح بدعوى أن أنا مريض أن أقوله مش أصلي أو أخرج الصلاة عن وقتها لا مش موجود لا يصح لا يجوز شرعا لكن ماذا يفعل يصلي على قدر حاله إما قائمة إما جالسة إما على جنب لأنه مريض فييسر للمشقة تجلب التيسير من قواعد الشريعة وسماحة الشريعة أنه حيثما وجدت المشقة جاء التيسيره من الشر فالتيسير هنا مش إنك تسيب الصلاة لأن تسترك الصلاة ومعصية لله سبحانه وتعالى التيسيرنك تؤديها بكيفية تتناسب مع حالتك المرضية فما يصحش أبدا أبدا أن المريض يترك الصلاة بدعوة أن هو مريض وأن يسيب الصلاة أو أن الإنسان يجلس في المشتشفى أكثر من فترة أكثر من يوم أو على حسب حالته ويقول لك لما أخرج من المشفى أصلي هذا لا يجوز صلي في هذه الحالة ولذلك ينبغي أن يراعى تجاه القبلة في السراير في المستشفيات يعني هذا نداء ينبغي أن نراعي لأصحاب المستشفى الخاصة وكذلك مشافة العامة يراعى كيف يؤدي المريض الصلاة في أثناء وجوده في المشفى فمن ذلك أن يكون السرير مهيئ لاتجاه القبلة على قدر الاستطاعة لكن عموما المريض على حسب حال فإذا كان يستطيع أن يتجل القبلة يتوضأ ويصلي وتجل القبلة ويصلي على ما يتيصر له إما قائمة وإما جالسة وإما على جنب طيب المريض ما هوش مستطيع نتيجة أنه مش قادر يتحرك وتسريره ومش على القبلة فاتقوا الله ما استطعتهم لكن يصلي لا يترك الصلاة طيب مش قادر يروح يتوضأ يتيمم ويصلي ويصلي لأنه غير مستطيع للزهاب للوضوء أو ما فيش حد الجنب يوضيه يتيمم ويصلي لكن لا يترك الصلاة أبدا طيب مش قادر لا يصلي قائمة ولا جالسة ولا على جنب يحرك ويشير إشارة بالصلاة أو يجري الصلاة على خاطر على حسب حال المهم لا يترك الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة الصلاة أيها الكرام مراعاة وقت الصلاة من آكد الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يرعيها وبناسبة ذكر المريض كيف يجلس الإنسان في الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائمة فإن لم تستطع فجالسة فإن لم تستطع فعلى جنب الأصل إنسان يصلي قائمة بالنسبة طبعا هذا الحكم متعلق بصلاة الفريضة يجب على الإنسان أن يصلي قائما في صلاة الفريضة إذا صلى الإنسان جالسا وهو مستطيع بدون مشقة القيد واضح إذا صلى الإنسان جالسا وهو مستطيع للقيام بدون مشقة يعني ما فيش مشقة تلحقه من القيام ولكن صلى جالسا تكاسلا فصلاة الفريضة باطلة بخلاف الصنة بخلاف صلاة الفريضة باطلة وقوموا لله قانتي فليجب أن يكون قائم لكن إذا كانت تلحقه مشقة مشقة في أثناء القيام ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بأبيه وأمي من على فرصه فجحش شقه الأيمن فجعاده الصحابة فحضر وقت الصلاة فصلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنه صلى جالسا ومع وجودي ألم وهذا لا يمنع من القيام بالكلية كما هو الظاهر وإنما يحدث مشقة فإذا كانت مشقة شديدة تعيق القيام أو القيام يؤخر الشفاء أو يطيل المرض أو يزيد المرض ففي هذه الحالة يصلي جالسا كما قال الرسول لعمران كما قال رسول الله سسلم لعمران بن حسين لما كانت به البواسير صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جب هتصلي هتصلي لكن لا تترك الصلاة لا أصل في حياة المؤمن المؤمن إذا عاش مع الصلاة لا يتخيل حياته أصلا بدون صلاة لا يتخيل حياته بدون صلاة هي السبيل إلى الراحة من عناء الدنيا ونصب الدنيا والأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى ومن نجاة الخالق جل وعلا وفيها من الفوائد أكثر من أن يحصي هذا المقام أو أكثر من أن نعدده في هذا المقام أحبتي في الله إذن تبين من هذا أهمية الأمر إذا لم تستطع فجالس الجلوس يكون إزاي كيف يجلس الأصل أن الإنسان يجلس الجلوس المعتاد في الصلاة إذا لم يكن يشق عليه حين قال الرسول صل قائمة صل قائمة معناها القيام المعهود في الصلاة تقف الوقفة المعهودة في الصلاة هنا في عهد الوقفة المعهودة في الصلاة يعني فعشي مثلا أقول صل قائمة واحد يقف حتى تأيدي في وسط وكده دنام منهي عنه أن يقف كده أقول لك أنا واقف في الصلاة لا هذا منهي عنه لا يجوز لما الوقوف المعهود في الصلاة كذلك فإن لم تستطع فجالسه فينتقل إذا لم يكن يشق عليه إلى الجلسة المعهودة في الصلاة جلسة التشهد تشق عليه والتربع أسهل عليه وجد في أثر العمر يجوز أن يتربع اللي اتنين يشق عليه يجوز يجلس على الكرسي ولا حرج في ذلك نحن نتكلم عن أولويات لكن هو عموما لو مش مستطيع للقيام وجلس بالطريقة التي هي أقرب إليه سواء كان على الأرض أو على الكرسي فالصلاة صحيحة بإذن الله عز وجل لكن الأولويات هنا الجلوس المعهود في الصلاة إذا كان يشق عليه ففي هذه الحالة ينتقل إلى أي طريقة تكون أسهل عليه لا تشق عليه والله تعالى أعلم هذا يعني من باب الأولويات على الإنسان أن يرأيه فإن لم يستطع فعلى جنب فهذا بالنسبة لما يتعلق للمريض وإن المريض لا يترك الصلاة لكن يصلي عنده مشقة يجوز له أن يجمع بين الصلاوات جمع تقديم أو تأخير إذا كان هناك مشقة في أداء في وقتها بسبب العلاج أو ما شابه كما أشرط لكن لا يترك الصلاة مشكلية تتكلم عند كثير من المرضى أنه يلتبس عليه مثلا يكون مركب أسطار يقول لك أنا أصلي إزاي والأسطار فيها نجاسة وهنا نجاسة متصلة بتنزل فيه لا أتحكم في البول لا أنت المريض هذا يخفى فيه لا يترك الصلاة أيضا لأن من الخطأ أنا أعرف شخص يعني ترك الصلاة في فترة مرضي بسبب وجود الأسطار أقول لك لا أصلي إزاي نجاسة وأنا مش هصلي بجهلي بالأحكام الشرعية وظل جالسا إلى أن مات يعني آخر فترة من عمره رقي الله وترك للصلاة فهل جهل يعني يرد الإنسان موارد الهلكة دي أحكام شرعية يجب على الإنسان أن يعلمها ويرعيها الصلاة لا يتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إذن لا يصح بدعوى وجود نجاسة متصلة أو انفلات ريح أو سلس بول أو أسطار النجاسة مستمرة أو أي شيء إن الإنسان يترك الصلاة إنما يصلي على حسب حاله يتوضأ لكل صلاة يستحب أن يتوضأ لكل صلاة يشق عليه يتوضأ على حسب ما يطيسر يشق عليه يتيمم ويصلي لكن لا يترك الصلاة فبهذا يتبين أهمية مراعاة الصلاة وأداء الصلاة في وقتها أيضا من المسائل المتعلقة بالجمع بين الصلوات هاي اللي يصح للإنسان في أثناء النزهة وفي أثناء الخروج للتنزه أن يجمع بين الصلوات نقول أقول بالله التوفيق الأمر هنا لا يخلو لا يخلو من حالين فيما يتعلق بالنزهة النزهة حلال ولا فيها محرمات الصفر حلال ولا الصفر محرم اللي الإنسان يخرج ويروح عن نفسه بالحلال ما فيش منه إشكالية وهذا لا حرج على الإنسان أنه هو يروح عن نفسه بالحلال الطيب قال الله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق فإذا كان الخروج نزهة حلال فعند إذن لا يخلو الأمر من حالين يبقى الخروج في محرمات في بعض الناس بيربط التنزه بالمحرمات ده لسبب اللي أنا ربطت بين المسألة وقلت التقسيمة دي هو مش خارج بقولك أنا خارج أتفسح بس هو الفسحة عنده أنه يروح مكان محرم مكان محرم ده ده ما يسموهش فسحة الفسحة هنا أو التنزه أنك تستمتع بالحلال الطيب بالحلال الطيب فهنا بنقول إذا كان الخروج لمكان حلال ولا مكان حرام هنفرق من الجزئتين دي طب الجزئة مكان حلال وإنه خارج يروح عن نفسه لا يخلو أنه والمكان اللي بيروح فيه عن نفسه ده يطلق عليه صفر عرفا أو لا يطلق عليه صفر عرفا فإذا كان لا يطلق عليه صفر عرفا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وإنما يصلي أقول الصلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاة ويحافظ على الصلاة في وقتها وإخراج الصلاة عن وقتها كما ذكرنا ليس بالأمر الهيئي فهكذا يحافظ على صلاة يعني هو فيه نزه عند وقت فيصلي الصلاة في وقتها طيب إذا كانت النزه في صفر المكان اللي هو يطلق عليه صفر عرفا بحيث أنه ترك حدود بلده وخرج منها وسافر مسافة يطلق هذه المسافة التي هي منتهى الصفر يطلق عليها صفر عرفا ففي هذه الحالة يصح له أن يجمع بين الصلاتين إذ العلماء لم يفرقوا في مسألة الجمع والقصر في الصفر بين كون الصفر للعبادة أو كون الصفر للتجارة أو كون الصفر للتنزه فالأصل في ذلك أن الصفر في ذاته رخصة للقصر والجمع والله تعالى أعلم طيب الشيء الثاني إذا كان الصفر محرم خرج بمكان محرم بدعوة تنزه أو غيره ومسافر لشيء حرام فمن أهل العلم من منعه وقال لا نعطي رخصة لمن يفعل الحرام يبتعد عن ذلك ونقول له ارجع من هذا الصفر المحرم ولا تترخص بجمع ولا قصر لأنك آثم بالذهاب إلى المكان المحرم ومن أهل العلم من قال ينصح بعدم الذهاب إلى هذا المكان يؤمر بعدم الذهاب إلى المكان المحرم لكن إذا ويبتعد عن الحرام ويقصر ويجمع ولا حرج فهذا ملخص أقوال العلماء في هذه المسألة فالذهاب للحرام لا يترخص وده شيء غريب دامنا النواقد الموجودة في شخصية بعد الإنسان أنه سافر رايح يعمل شيء حرام بالاتفاق في شرعة الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بيسأل عن العبادة وإزاي يؤديها إلى غير ذلك فنحن لن نقول له أترك العبادة لأنك ذاهب تعمل حرام أو نبعده عن الرخصة ولكن سنقول له تنعم بالرخصة وفعل العبادة وابتعد عن الحرام لا تبطل لا تتأخر بالسيئات فالحسن تقدم والسيئة تأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فعد إلى ربك سبحانه وتعالى وإياك أن تستسهل الوقوع في السيئات والله تعالى أعلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة طيب المسافر للخارج للدراسة في الخارج المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينو الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للعمل هذا حكمه حكمه المقيم فيصل الصلاة في وقتها ولا جمع ولا ولا كصر الحالة الثانية أن ينوي الإقامة لغرض معين غير مقيد بزمن يعني له حاجة مصلحة عاوز يقضيها بس مش عارف هيرجع عمتى ممكن تقضى النهاردة ممكن تقضى بقرة ممكن تقضى بعده ففي هذه الحالة له أن يجمع وله أن يقصر ولا حرج عليه لحين انقضاء حاجته لأنه لا يعرف متى سيرجع والله تعالى أعلم إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة وبإذن الله عز وجل انقدر الله بقاء ولقاء نكمل في اللقاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك